جماعة اليوم في عندي فيديو عاجل راح تكلم عن السبب ليش البيتكوين يهبط حاليا وإيش اللي ممكن تعمل الآن علشان تجهز نفسك وتحصل على أرباح جميلة من هذه التقلبات مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا انت تجد على هذا القناة سووا سبسكرايب وفعل الجرس الآن طيب جماعة خلووا الآن نبدأ هنا نتكلم عن هذا الشيء وزي ما تشوفوا جماعة البيتكوين قاعد يهبط حاليا وفي الحقيقة كسر الخط البني هذا هنا بكل قوة فعني هذا كان هنا الضغط بيع قوي جدا على البيتكوين وزي ما تعرفوا جماعة احنا داخلين أو انا داخل في هذه الصفقة هنا صفقة البيع في البيتكوين اللي قاعد تتكلم عنها من فترة تقريبا تكلمت عليها من أسبوع كلامتكم انه انا راح ادخل في صفقة بيع في البيتكوين ومن قبل كمان دخلنا في عدة صفقات بيع من قبل في البيتكوين وتم ضرب وقف الخسارة ولكن استمرت الدخول في هذه الصفقات والآن هذه الصفقة فيها ارباح محترمة جدا طيب والآن خلونا نشوف على بعض هذه المستويات زي ما تقدروا جماعة هنا الآن كسرنا تحت هذه الوجه المرتفعة فالهدف من هذه التشكيلة او من هذا الهبوط او من هذا النموذج راح يكون هنا في المستويات الهابطة يعني مستوى لعشرين الف دولار هنا اللي هو راح يكون مستوى الدعم القوي القادم في البيتكوين فحاليا النموذج هذا الآن قاعد يتنفذ اول ما كسرنا تحت هذه النموذج او هذه الوجه المرتفعة بدأنا بالهبوط بشكل سريع جدا طيب وكمان يا جماعة نشوف هنا انه مستوى الدعم من هذه القناة ما عمل اي شيء للبيتكوين ما مثل اي مستوى دعم واكيدنا نتكلمت من قبل يا جماعة انه مستوى المقاومة من هذا النموذج او من هذه القناة يعتبر اوضح واهم من مستوى الدعم هنا في الاسفل واذا حاولنا مثلا ان نعدل مستوى الدعم هنا في الاسفل صعب ان الواحد يطلع منه هنا تشكيله ولكن يعني نقدر نرسم الخط بهذا الشكل ولكن حاليا خلونا نرسمه بهذا الشكل ونقول انه احنا الان كسرنا تحت مستوى الدعم هذا وحاليا هذا الشيء ما يعتبر جيد هنا للبيتكوين على المدر قصير لانه نقدر نشوف في السابق انه حصلنا على هذا التماسك او هذا نطاق داخل هذه القناة وبعدها حصلنا على هبوط قوي والآن حصلنا على تماسك هنا داخل هذه القناة حصلنا على تماسك محترم وحاليا بدأنا بالكسر تحت هذه القناة كمان فيعني قاعدين نشوف النفس الحركة اللي حصلت في السابق يعني حركات متشابهة وزي ما نشوف الحركة السابقة هبطتنا هبطت سعر البيتكوين بشكل قوي جدا طيب وزي ما تعرفوا يا جماعة انه أنا بشكل عام متوقع تقلبات كبيرة جدا هنا في البيتكوين فصحيح انه أنا كنت متوقع البيتكوين انه رح يحصل على هبوط هنا من هذا المستوى ولكن هذا محسن معناته انه أنا ما اتوقع ان البيتكوين رح يحصل على ارتفاع على المدى المتوسط والمدى الطويل لان زي ما قلت يا جماعة في السابق انه أنا متوقع انه رح نحصل على تقلبات بهذا الشكل يعني رح نحصل على تقلبات كبيرة بفارق 50000 في فقط يومين أدو مثل كذا وهذا في الحقيقة يعتبر شيء جيد جدا لنا للمتداولين لانه هذا هو اللي احنا عايزينه وهذه هي الطريقة اللي ممكن ان المتداولين يصنعوا فيها ويحصلوا فيها على أرباح كبيرة فهذه التقلبات مفيدة جداً لنا وإذا أنت من الأشخاص اللي فقط يشتري ويتمسك ما في مشكلة ولكن بالنسبة لي أنا أحاول أستغل وأستفيد بقدر المستطاع من هذه التقلبات وهذه الحركات التي تحصل فيعني وصلنا إلى هذا المستوى في الأعلى ومستوى المقاومة القوي جداً عند 24500 دولار أو 25000 وبدأنا بالهبوط هنا للأسفل ولكن بنفس الوقت يا جماعة إحنا قريبين جداً أو إحنا على وجهك أن نحصل على هذه الإشارة المهمة جداً على الفريم الأسبوعي على مؤشر الهاش ريبنز فيعني حالياً ربما أن هذه الإشارة ما رح تطلع تقريباً في الأسبوع المقبل رح تأخذ تقريباً عدة أسابيع أو كم أسبوع إلى أن تطلع عندنا إشارة الشراء هذه ولكن في كل مرة سابقة لما حصلنا على إشارة الشراء هذه دائماً كانت فرصة شراء جيدة جداً وزي ما نقول دائماً يا جماعة يعني ممكن أن التاريخ ما رح يتكرر ممكن أن يكون هذه هي المرة الوحيدة اللي رح يختلف فيها التاريخ ربما يعني الأحداث والأشياء التي تحصل الآن مختلفة ولكن اللي أحاول أوصلكم إياه أن هذه الإشارة رح تطلع عجلاً أم أجلاً وهذه فقط مسألة وقت ولكن إلى أن يحصل هذا الشيء إلى أن تطلع هذه الإشارة لازم نكون حاضرين وأنا رح أخليكم عليه إطلاع دائماً أول ما تطلع هذه الإشارة وجماعة في الأسبوع المقبل رح نعمل مسابقة تداول لمجتمع ستوشي ستاكر فإذا أنت من مجتمعنا وعايز تدخل في هذه المسابقة فإلا عليك أنك تفتح حساب في هذه المنصة حالياً في بونس كمان إذا سجلت في هذه المنصة وإذا أودعت هذا المبلغ رح تحصل على بونس ما يصل إلى 10 ألف دولار ورح تحصل على 50 دولار بونس عن طريق إداع 300 دولار فقط فأكيد كمان رح يكون في جوائز خاصة في أثناء المسابقة فالوقت اللي عندك علش نسجل هو فقط هذا الأسبوع فتأكد أنك تسجل بأسرى وقت ممكن طيب والآن ليش حصلنا على هذا الهبوط حالياً؟ طيب تقدروا جماعة تشوفوا هنا أنه في الأسواق التقليدية حصلنا كمان على هذا الهبوط القوي وحالياً تقدروا تشوفوا أنه إحنا على وجهك الوصول إلى الخط المهم هذا الخط الأحمر في الأسواق التقليدية عند 4238 دولار طيب والآن ليش عندي هذا الخط الأحمر هنا في الأسفل؟ صحيح هذا خط يعتبر خط دعم ولكن كمان في عندي هذا الخط الأحمر هنا في الأعلى وهذا خط مقاومة طيب جماعة فهذه المنطقة بين هذول الخط الأحمر هذه هي المنطقة التي في العادة توصلها الارتفاعات التي تحصل في البير ماركت هنا في الأسواق التقليدية في العادة إذا تجاوزنا هذه المنطقة هنا في سعر الأسواق التقليدية إذا تجاوزنا هذه المنطقة فهذا سيكون أكثر أو أكبر من الارتفاعات التي نحصل عليها في العادة هنا في الأسواق التقليدية في أثناء البير ماركت فهذه المنطقة التي نحن فيها الآن تعتبر هي في العادة القمة التي نحصل فيها على ارتفاعات البير ماركت للأسواق التقليدية في هذه المنطقة في العادة الارتفاعات توقف وتبدأ بالهبوط مرة أخرى في الأسواق التقليدية في فترة البير ماركت فهذا المستوى هنا يعتبر مستوى مهم جدا لازم الواحد يكون منتبعا لهم راقبه وأكيد كالعادة أنا راح أخليكم على إطلاع بهذا المستوى فهذا هو الشيء المهم هنا اللي حبيت أتكلم عنه وأتمنى إنه هذا الشيء مفيد لكم طيب غير كده جماعة عندنا ارتفاع الدولار حاليا ارتفاع الدولار مؤشر الدولار هنا قاعد يرتفع وأكيد في العادة دائما لما نحصل على ارتفاع أو لما يبدأ مؤشر الدولار يرتفع أكيد البيتكون وبقية الأصول تبدأ بالهبوط فنعم ربما يعني على ما يبدو إنه إحنا ممكن نطلع ونكسر أعلى قمة سابقة هنا في مؤشر الدولار على الفريم الأسبوعي فأكيد جماعة راح نحط عيننا على هذا الشيء راح نظل المتابعين هذا الشيء طيب وغير كده جماعة عندنا هنا انتهاء تداول إلى أوبشنز بقيمة 2 تريليون فهذه هي الفترة الحاسمة للبولز فصفقة الأوبشنز هذه في الأسهم راح تنتهي اليوم بقيمة 2 تريليون دولار ورح يتم تحديدها هل راح تكون لصالح أو ضد البولز فهذا أكيد شيء جنوني جدا وأكيد هذا راح يسبب تقلبات كبيرة على المدى القصير فخليكم يجهزين لهذا الشيء كمان يا جماعة ولكن حاليا يا جماعة أنا قاعد مرتاح في هذه الصفقة صفقة البيع على المدى القصير ولكن على المدى المتوسط والمدى الطويل أكيد أنا من أكبر البولز من أكبر المشتريين هنا في البيتكوين ومرتاح كمان من هذا الشيء وكمان جماعة كالعادة إذا عايزين تتداولوا تأكدوا أنه يكون عندكم وقف خسارة قريب جدا أنا أشوف أنه عندنا مستوى هنا لـ 20 ألف دولار ممكن أنه نزور هذا المستوى مرة أخرى ولكن هذا راح يكون مستوى دعم قوي هنا للبيتكوين وللي راح أعمله وهذه طبعا مجنصي حمالية أنا فقط أقول لكم إيش اللي راح أعمله وهو أنه راح أشري هنا في أثناء النزول إلى هذا المستوى Castle عند 20 ألف دولار وبعدين راح أحط مستوى وقف الخسارة يعني هنا في أسفل هذا الخط البني أو في أي مستوى من هذه المستويات هذا علشان فقط نحد من خطورة هبوط البيتكوين إلى تحت هذا المستوى ولكن بشكل عام يا جماعة مستوى 20 ألف دولار أعتقد أنه هذا أحد أكبر أو أقوى المستوى هنا في هذه المنطقة بشكل عام ولكن بغض النظر خليكم مجهزين لهذه التقلبات خليكم حذرين ولا تدخلوا بكل شيء عندكم طيب جماعة هذا كان كل شيء عندكم اليوم أتمنى لكم التوفيق وأشوفكم في الفيديو القادم